حاجات وملفات كثيرة جداً نهاردة لكن خلينا أتكلم مع حضراتكو كمان عن مباراة النادي الأهلي يعني أمام نادي الاتحاد واللي كلنا سعداء كجماهير النادي الأهلي بالشباب الواعد الصاعد اللي يمكن عمل مباراة أكتر من رأيها ليه ثلاث نقط حتكلم فيها مع حضراتكو في هذه المباراة ونتيجة طبعاً قرارات مجلس الإدارة بالقوية طبعاً الكابت محمول الخطيب بتصعيد اللعيبة من قطاع الناشئين بالإضافة يعني للعيبة اللي كانت مصابة محتاجة مباراات ويعني التوليفة يعني كانت كلنا سعداء بها التوليفة ديت ورسالتي أولاً للعيبة النادي الأهلي اللي طلع من قطاع الناشئين عندنا خمس أو ست عناصر ظهروا مباراة فيه مباراة نادي الاتحاد عايز أقول لهم كلنا سعداء بكم النادي الأهلي سعيد بكم كمان أكتر واحد سعيد وتحية لكابتن خالد بيبو والقائمين على قطاع الناشئين إن احنا بنشوف هذه المواهب موجودة لكن رسالة لهذه المواهب أنت لسه في أول الطريق أنا بفتكر زمان ممكن أنا اشترقت مع النادي الأهلي وكان سني 18 سنة في أول مباراة ليا مع النادي الأهلي وتعلمت في النادي الأهلي وده اللي لازم الولادنا يتعلموه أولا ما كنت بالعب طبعا ما كانش فيه سوشيال ميديا خلي بالكم ولدنا اللي لعبوا مبارح خلي بالكم من السوشيال ميديا هتلاقي كومنتات عظيمة جدا وانتوا لعيبة عظماء وانتوا مستقبل النادي الأهلي وانتوا 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 خد الكلام ده وحولوا لطاقة إيجابية حولوا ان انت لازم تفتكر والكلام ده كنا كده بنسمع يعني مدربيننا الكبار بيقولولنا تخيل كم ألف كم مليون يتمنى وجوده في مكانك في النادي الأهلي كم واحد يتمنى يكون موجود في النادي الأهلي وبيلعب مع فريق النادي الأهلي لازم تفتكروا ده ولازم تفتكر ان دي خطوة أولى دي مش نهاية المشوار خالص وانت لسه ما بقتش نجم كلنا بنحترمك وكلنا شايفين فيك شايفين لسه فيك مستقبل النادي الأهلي لكن الخطوة الأولى خطوة آه خطوة مهمة عملتها بنجاح ولسه عندنا عناصر مميزة في قطاع الناشئين لكن الأهم من ده انك تقفل على نفسك ما تحطش ودنك للسوشيال ميديا ما تحطش ودنك لللي بيمدحك لان انت لو المتش اللي جاي عملت كده أو كده هتلاقي تاني السوشيال ميديا وقولك انت ما تنفعش في النادي الأهلي فرسالة لولدنا اللي لعبوا مبارح انتوا لعيبة مميزة عندكم شخصية النادي الأهلي وده مهم ولازم تحافظ على دية شخصية النادي الأهلي لكن انت لسه في أول الطريق محتاج لمجهود كبير جدا جدا مش خلال السيزون ده خلال على الأل السنتين ثلاثة اللي جايين انك تثبت للناس كلها وتثبت لنفسك انك قادر على تمثيل كيان كبير جدا ونادي اسمه النادي الأهلي النقطة التانية ليه لعبتنا اللي واخد راحات ده كل الاحترام والتقدير ليهم لعيبة مميزة جدا 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 ومش معنى ان احنا بندفع بولاد صغيرين انا بالعكس انا حابب جدا ان الولاد الصغيرين دول ظهروا بمستوى جيد لما الولاد الكبار او نجومنا الكبار يرجعوا لازم كمان يشربوا الولاد دول ايه هو النادي الأهلي لازم عمر السليا ما يرجع يتكلم مع الولاد ويسندهم زي ما ناس كبار جدا سندونا وانا اولهم في مشواري مع النادي الأهلي دي رسالة والاهم من كده كمان ان حتة الفنية لازم يكون عندك يعني عندك البديل والبديل الجاهز من ولادي النادي علشان كمان لو خاطر لأي لعب من اللعيبة الكبار او نجومنا الكبار انه هو النجم الاوحد او انا مفيش حد ورايا او يعني الماتش ده لعب توحش خلاص كده كده هلعب الماتش الجاي لا ده كان مهم جدا جدا كمان ظهور هذه المواهب احترامنا الكبير لنجمنا الموجودين مفيش شك كلهم نجوم كباره حققوا نجاحات كبيرة ولسه كمان حيحققوا بطولات كبيرة مع النادي الأهلي لكن كمان الولاد الصغيرين اللي طالعين دول كمان دول كمان عليهم دور مهم جدا الفترة اللي جايزة ما اتكلمت اغفل على نفسك ركز المشوار لسه طويل وكمان على المستوى الفني اكيد لازم يكون ده موجود في النادي الأهلي لان كل لاعب عنده البديل والبديل الجاهز اللي مستنى ياخد فرصة والتنافسية هي اللي بتخلق فرقة البطل فرقة النادي الأهلي اكيد متعودة على البطولات ولكن في وقت من الوقات حتى في تاريخ النادي الأهلي كان بعض المراكز محتاجة ان فيه شوكة كده في ظهر عنصر او اتنين فده موجود وده لازم يكون موجود دي النقطة التانية النقطة التالتة وده نقطة مهمة جدا من خلال هنا المحترف ومن خلال متابعة حضرات كولينا كنا تكلمنا عن الاستراتيجي لقطاعات النشئين في برشلونة وارسنل وباير ميونيخ والانتر والارسنل ان شاء الله في السنين اللي جاية ده سيكون استراتيجية النادي الأهلي في قطاع النشئين ايه هي؟ انه هو كل سنة بيبقى فيه تارجد فيه هدف كل سنة على اقل لازم يكون اتنين او تلت لعيبة بيمثله النادي الأهلي من قطاع النشئين ده اجباري يعني ما يعديش سنة يقولك أصلحنا لسه لا الكلام ده اعتقد السنين اللي جاية لازم ان شاء الله هيكون متواجد في النادي الأهلي بالشغل الكبير اللي عمله بروجيتش طبعا مع خالد بيبو كابتن خالد بيبو شغل عظيم مع المدربين كمان اللي بيشتغلوا لازم يكون لهم دعم قوي جدا لتصعيد هؤلاء النشئين لكن زي ما اتكلمت حضراتكم النقطة الثالثة مهمة جدا ان لازم السنين اللي جاية يكون هو ده الاستراتيجي هو ده السياسة العامة لقطاع النشئين انك بتدفع على القل كل سنة بتلت لعيبة للفريق الأول مش بس مش بس في وقت ان احنا محتاجين او وقت ان احنا بنريح لعيبتنا لا ده لازم يكون موجود لازم يكون موجود أساسي وما فيش مانع ولد عنده 17 سنة أو 18 سنة يكون موجود شكله مميز يشارك مع فريق النادي الأهلي على الأهلي مثلا في بطولة كاس مصر في الأدوار الأولية الأدوار التمهيدية وده اللي بنشوف في الأندية الكبيرة والنادي الأهلي من الأندية الكبيرة في العالم بنشوف ليبر بول بيلعب بالصف الثاني والصف الثالث في كاس الربطة الربطة الانجليزية والاتحاد الانجليزي وبيكسب كوادر جديدة فان شاء الله كل التوفيق لولدنا وان شاء الله خلال المباراة اللي جاية تاني تثبت كل المباراة تثبت أن دي أول مباراة لك مع النادي الأهلي. ارمي وردهرك. سد ودانك من السوشيال ميديا. اعمل اللي عليك زي ما عملت في مباراة الاتحاد. وكمل وكمل وكمل. وسبت أقدامك بشكل كبير جدا. ده اللي اتعلمناه في النادي الأهلي. ده كانت رسالتي طبعا لولادنا. وان شاء الله بإذن الله. النادي الأهلي على الطريق الصحيح. النادي الأهلي بإذن الله عائد بقوة للبطولات كالعادة. احنا عندنا دولاب مليان بطولات. ولكن يمكن الإخفاق في السنتين اللي فاتوا. ده بداية انطلاقه ان شاء الله لبطولات جديدة. طيب قبل ما نخش على الصحافة العالمية وقالت ايه. كالعادة عندنا بعض الأخبار السريعة. هنتكلم فيها مع حضراتكم.